اشتركوا في القناة مراجعة عامة للوحدة الثالثة الوعي الصحي الاستراتيجية القرائية والظاهرة الاملائية الالف اللينة في الافعال والاسماء والحروف معكم المعلم سامي ابن محمد القرني بسم الله نبدأ وعليه نتوكل موضوعنا لهذا اليوم الاستراتيجية القرائية والظاهرة الاملائية الالف اللينة في الافعال والاسماء والحروف بداية نتعرف على اهداف درسنا لهذا اليوم الهدف الاول باذن الله تعالى تعرف الاستراتيجية القرائية واستراتيجية القراءة المعمقة باستخدام الجدول الذاتي كذلك من اهدافنا لهذا اليوم رسم الالف اللينة في الاسماء والافعال والحروف رسما صحيحا اولا الاستراتيجية القرائية الجدول الذاتي الهدف العام من هذا الدرس تعرف استراتيجية القراءة المعمقة باستخدام الجدول الذاتي استراتيجية الجدول الذاتي هي طريقة لمعرفة وفهم واستيعاب اي نص نقوم بقراءته استراتيجيتنا لهذا اليوم هي استراتيجية الجدول الذاتي وهي الطريقة لفهم النص واستيعابه بشكل جميل وبشكل كبير جدا اولا معنى استراتيجية الجدول الذاتي هي تعتمد على استدعاء معارف الطالب السابقة بمعنى انني اذا عطيتك نص في اي موضوع معين اطلب منك انك تذكر لي ماذا تعرف عن هذا الموضوع المعرفة السابقة لديك عن هذا الموضوع ما هي ثم بعد ذلك اطلاق رغبته في الاستزادة من المعلومات انا اطيتك نص لم تقرأه بعد ولكن انا قلت لك ماذا تعرف عن هذا النص المعرفة السابقة والان تطلق رغبتك في الاستزادة من المعلومات يعني تقول انا اريد ان اعرف عن هذا الموضوع كذا وكذا ماذا اريد ان اعرف عن هذا الموضوع وهي ما يسمى بالمعرفة المقصودة الى الان لم نقرأ النص ولكن هذه الخطوات هي قبل قراءة النص الخطوة التي تليها هي بعد قراءة النص وهي ثم الوعي بما تعلمه يعني ماذا تعلمت من هذا الموضوع بعد القراءة طبعا المعرفة المكتسبة والان سوف نراجع معنى هذه الاستراتيجية سويا ان شاء الله ونفهمها جيدا مثلا الجدول الذاتي وهو موضوع استراتيجيتنا لهذا اليوم هناك خطوتان قبل القراءة وخطوتان بعد القراءة ذكرنا لكم قبل القراءة ما اعرفه نذكر ما نعرفه عن الموضوع اذا اعطيناك درس او نص معين فانك تذكر ما تعرفه عن هذا الموضوع وفقا لمعلوماتك السابقة فاحدد كل ما اعرفه عن الموضوع واكتبه في قائمة نقاط هكذا يعني المعلومات السابقة لديك عن هذا الموضوع ثم ما اريد معرفته اي احدد كل ما اريد معرفته عن الموضوع او ما اتوقع ان اتعلمه منه واكتبه في قائمة كذلك هذه الخطوة قبل القراءة ايضا ثم اسجل المعلومات التي اريد معرفتها عن هذا الموضوع ثم بعد ذلك اقرأ النص وبعد القراءة اسجل ما تعلمته من خلال قراءة للنص اقرأ النص قراءة صامتة بفهم وتركيز ثم اكتب ما تعلمته منه وكذلك الخطوة الرابعة ما اريد معرفته ايضا اي من الخطوات التي لم تذكر في النص اكتب هنا ما اريد معرفته عن الموضوع ولم يرد في النص بهذا نكون قد استوعبنا النص وشملناه بالتركيز والاستيعاب الجيد مثلا لدينا نص هنا بعنوان المشروبات الغازية كيف نطبق الجدول الذاتي على هذا النص النص اولا قبل القراءة نغطي على النص ثم ماذا نفعل ثم نذهب الى الجدول الذاتي وندون النقطتين التي في اولهما هذا الجدول الذاتي والنقطتان هما لولا ما اعرفه النص عن المشروبات الغازية ماذا اعرف عن المشروبات الغازية انا الى الان لم اقرأ فماذا اعرف عن المشروبات الغازية معلوماتي السابقة عن المشروبات الغازية هي ان المشروبات مثلا اسجل واقول ان المشروبات الغازية هي نكهات مختلفة كالكولا والليمون والبرتقال وغيرها يضاف معها غازات وهي ضارة هذه المعلومات التي اعرفها عن المشروبات الغازية ثم ادون ماذا أريد أن أعرفه ما أريد معرفته هذه المعلومات لدي وما أريد معرفته من المشروبات الغازية هي مثلا ما تأثيرها على الجسم وما هي أضرارها إلى الآن لم نقرأ الآن الخطوة التالية نترك الجدول ثم نذهب إلى النص ونقرأه ثم نعود إلى الجدول مرة أخرى لنسجل ما تعلمته ثم ما أريد معرفته أيضا نعود الآن إلى النص المشروبات الغازية ثم نقرأ النص قراءة صامتة ونتعرف على المعاني الموجودة في النص مثلا نقرأ ونقول المشروبات الغازية هي مشروبات صناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميزة الذي يختلف عن من نوع لآخر حسب النكهة المضافة ثم أكمل القراءة الصامتة بالعينين فقط إلى كامل النص وممكن أن أتعرف على هذه المعاني من خلال قراءتي لهذا النص هذه الفقرة الأخيرة في النص ثم بعد ذلك إذا قرأتها قراءة صامتة أتوجه إلى الجدول وأعود إلى ما كتبته في الجدول الذاتي أنا كتبت ما أعرفه أن المشروبات الغازية هي نكهات مختلفة كالكولة والليمون والبرتقال وغيرها يضاف معها غازات وهي ضارة ثم سجلت ما أريد معرفته من النص ما تأثيرها على الجسم وما هي أضراره بعد أن قرأت النص وفهمته واستعبته أسجل ما تعلمته مثلا قرأنا النص قراءة صامتة أقول ما تعلمته في هذا النص هو أنها تؤثر المشروبات الغازية على امتصاص المعادن كالكاليسيوم والحديد وتتسبب في فقر الدم هذا ما تعلمناه في أو من خلال النص رابعا ما أريد معرفته أيضا الأشياء التي أريد معرفتها ولكنها لم ترد في النص مثلا مثل مقدار نسبة السكر في المشروبات الغازية لكأس واحد كم تساوي مثلا أنا أريد أن أعرف هذه النقطة من خلال البحث مثلا أو قراءة في كتاب آخر خارج النص هذا هو الجدول الذاتي والمقصود بالاستراتيجية القرائية الجدول الذاتي نذهب إلى ثانيا الظاهرة الإملائية الألف اللينة المتطرفة الهدف العام من هذا النص من هذا الدرس إن شاء الله هو تعريف الألف اللينة ثم رسم الألف اللينة رسما صحيحا وأخيرا تطبيق ما تعلمته في كتاباتي دائما أولا المقصود بالألف اللينة هي ألف ساكنة تكتب قائمة دائما بهذا الشكل تكتب قائمة وتأتي في وسط الكلمة مثل كلمة كتاب تكتب نلاحظ الألف التي في الوسط ساكنة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة وتأتي كذلك في آخر الكلمة وتسمى متطرفة وهي التي سندرسها الآن هي الألف اللينة المتطرفة أي في طرف الكلمة في آخر الكلمة الألف اللين المتطرفة في الأفعال طبعا إذا كان الفعل ثلاثي أو إذا كان الفعل فوق الثلاثي أي أربعة أحرف أو خمسة أو ستة فنقول إذا كان الفعل الثلاثي إذا كان الفعل ثلاثي فتكتب الألف اللين ألفا قائمة تكتب الألف اللينة في الأخير ألف قائمة متى إذا كان أصلها واو مثل كلمة دعا لاحظ الألف الأخيرة كتبت في دعا ألف قائمة لأن أصلها واو مثل ما سنعرف إن شاء الله بعد قليل وتكتب الألف اللينة مقصورة على شكل يا بلا نقطتين إذا كان أصلها يا مثل بنى والآن كيف أعرف أصل الألف اللينة إذا كان أصلها واو أو إذا كان أصلها يا لمعرفة أصل الألف اللينة في الأفعال الثلاثية نحولها إلى مضارع مثل دعا يدعو لاحظ تحولت الألف إلى واو وإذا كان أصلها واو فتكتب الألف قائمة أو أحولها إلى مصدر دعا يدعو والمصدر هو الدعوة ومثل تاء الفاعل أضيف لها تاء الفاعل فأقول دعوت لاحظ الألف تحولت إلى واو مدام أنها تحولت إلى واو فهي تكتب قائمة أما إذا تحولت إلى يا الألف المقصورة إذا تحولت إلى يا مثل كلمة بنى دعنا نطبق عليها هذه القاعدة فنقول بنى المضارع منها ما هو يا ابني مدام أن الألف تحولت إلى يا فنكتب الألف مقصورة نتجه الآن إلى الفعل فوق الثلاثي إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف فتكتب الألف المقصورة على شكل يا بلا نقطتين ككلمة صلى أو استعلى أو اختفى لاحظ كلها أفعال والألف كتبت ألف مقصورة إلا إذا دائما تكتب ألف مقصورة إلا إذا سبقت الألف بيا مثل كلمة يحيا لاحظ الألف الأخيرة سبقها حرف يا وتزي الألف الأخيرة سبقها يا فإنها تكتب قائمة إذن تكتب الألف المقصورة ككلمة صلى صلى طبعا أربعة أحرف وليس الثلاث لأن الشدة تعتبر حرفين إذا كانت أكثر من ثلاثة أحرف فنكتبها ألف مقصورة إلا إذا سبقت بيا فإننا نكتبها قائمة مثال أملأ الفراغات بالكلمات الصحيحة إملائيا مما بين القوسين فيما يأتي الزارع فراغ المشروبات سقى بالألف القائمة أم بالألف المقصورة أولا سقى كم حرف هي ثلاثة أحرف والقاعدة تقول أننا نرجع إلى أصلها فنعيدها إلى المضارع أو إلى المصدر أو إلى أو أضيف لها تاء الفاعل نلاحظ أن سقى بهذا الشكل تكتب لماذا؟ لأن الفعل ثلاثي وأصل الألف يا في المضارع يسقي إذن سقى تكتب ألف مقصورة تكتب ألفا مقصورة الفقرة الثانية فراغ الله الأرض بعد موتها أحيا بالألف المقصورة أم أحيا بالألف الممدودة لاحظ أولا ننظر إلى عدد الحروف أحيا كم حرف هي أربعة حرف إذن هي فوق الثلاثي والقاعدة تقول إذا سبقت الألف بيا فإننا نكتب الألف قائمة هكذا تكتب الألف قائمة لماذا؟ لأن الفعل فوق الثلاثي وسبقة الألف بيا الجملة التي تليها الطفل ملابسه ارتدى ارتدى بالألف المقصورة أم ارتدى بالألف القائمة ماذا نختار؟ أولا نحسب عدد الأحرف هو فعل أكثر من ثلاثة أحرف والقاعدة تقول أننا نكتبه ألفا مقصورة إلا إذا سبق بيا وهنا ارتدى الألف المقصورة قبلها دال وليس يا إذا نكتبها بالألف المقصورة لأن الفعل فوق الثلاثي ولم تسبق الألف بيا أخيرا في هذا التدريب الطالب بصوته الجميل شداء بالألف الممدودة أم شداء بالألف المقصورة ثلاثة أحرف حولها إلى مضارع أو إلى مصدر أو أضف لها تاء المتكلم أو تاء الفاعل فنقول شداء يشدو تحولت الألف إلى واو إذن الألف تكتب قائمة شداء بالألف القائمة لأن الفعل الثلاثي وأصل لأن الفعل الثلاثي وأصل الألف واو في المضارع مثل كلمة يشدو تحولت الألف إلى واو الألف الليّنة المتضربة في الأسماء كذلك تنقسم إلى قسمين ثلاثي وفوق الثلاثي الثلاثي بنفس القاعدة مع اختلاف بسيط تكتب الألف اللينة ألفا قائمة إذا كان أصلها واو مثل عصى لاحظ الألف قائمة لأن أصلها واو وتكتب الألف اللينة ألفا مقصورة إذا كان أصلها يا مثل هدى نفس القاعدة ولكن تختلف في معرفة كيفية أصل الألف لمعرفة أصل الألف اللينة في الأسماء الثلاثية أحولها إلى مثنة فمثلا كلمة عصى نحولها إلى مثنة فنقول عصوان تحولت الألف إلى واو تحولت الألف إلى واو بالتالي تكون الألف قائمة أو أجمعها فمثلا كلمة هدى جمعها ماذا هدايات تحولت إلى يا إذن الألف مقصورة وكذلك أحول الكلمة إلى مفرد إذا كانت مثل كلمة ذرى إذا تحولت الألف إلى واو في المفرد مثل ذروا تحولت إلى واو فنختب الألف ذرى قائمة أما إذا كان الإسم فوق الثلاثي فتكتب الألف اللينة مثل قاعدة الأفعال تكتب الألف مقصورة مثل كلمة سلوى وأقصى أكثر من ثلاثة أحرف تكتب الألف مقصورة إلا إذا بنفس القاعدة إلا إذا سبقت الألف بياه مثل كلمة دنيا وهدايا فإنها تكتب قائمة نلاحظ هذا التدريب أرسم الألف رسما صحيحا في أواخر الأسماء الآتية جميع هذه الكلمات أسماء فننظر إلى أصل أولا ننظر إلى عدد الأحرف ثلاثي أو غير ثلاثي ثم ننظر إلى أصل الألف إذا كان أصلها ألف إذا كان أصلها واو تكتب الألف قائمة وإذا كان أصلها يا تكتب الألف مقصورة مثلا كلمة فتى أول كلمة في الفقرة الأولى فتى كيف أجعلها أولا أجعلها مثنى فتى ثلاثة أحرف وارجعها إلى المثنى فنقول فتيان تحولت إلى يا إذا الألف تكون مقصورة نرجعها إلى مثنى أو إلى جمع أو إلى مفرد بحسب الكلمة فتى فتيان تحولت إلى يا بالتالي تكون الألف مقصورة راحها ألف مقصورة أم قائمة تكون ألف قائمة لأن الأصل أصل الألف يا مثلا كلمة ندى ندى أصل الألف هنا هي ثلاثة أحرف أصل الألف هنا هي ماذا هي ألف هي واو عفوا هي يا بالتالي تكون ألف مقصورة العصى لاحظ العصى هنا في هنا ألة تعريف نحذف ألة تعريف لأنها ليست من أساس الكلمة فتكون العصى عصى ثلاثة أحرف عصى مثناها عصوان تحولت إلى واو ويكون الألف قائمة الضحى أصل الألف هنا هي يا وتكون الألف مقصورة على أصل الألف هي ماذا هي واو تكون الألف قائمة دجا أصل الألف هي ماذا هي يا وتكون الألف مقصورة كارا كذلك أصل الألف هي يا كلها هذه أفعال ثلاثية نهى أصل الألف هي يا فتكون الألف مقصورة رضى أصل الألف هنا واو فتكون الألف قائمة تقوى هذه كم حرف أربعة أحرف والحرف قبل الألف هو ماذا هو واو وليس يا إذن تكتب الألف مقصورة شفى شفى بمعنى حافة وليست شفى شفى ثلاثة أحرف وأصل الألف هو واو فتكتب ألف قائمة ربى أصل الألف هنا ماذا ربى هي جمع ومفردها رب و تحولت الألف إلى واو إذن تكتب ألف قائمة زوايا أكثر من ثلاثة أحرف زوايا أكثر من ثلاثة أحرف والحرف قبل الأخير هو يا إذن تكتب الألف قائمة مستشفى أكثر من ثلاثة أحرف الحرف قبل الأخير فا وليس يا تكتب الألف مقصورة سجايا أكثر من ثلاثة أحرف والحرف قبل الأخير يا تكتب إذن قائمة وكلمة دعوة أكثر من ثلاثة أحرف كذلك والحرف الأخير هو حرف الوا وليس قبل الأخير هو الوا وليس اليا إذن تكتب مقصورة الألف اللينة المتطرفة في الحروف جميع الحروف المنتهية بألف لينة تكتب ألفها قائمة المثل لا ألا إلا لو لا كلا جميعها تكتب بألف قائمة ما عدا أربعة جميع الحروف تكتب بألف قائمة ما عدا أربعة وهي حتى إلى على بلى فإنها تكتب ألفا مقصورة وفي الختام نشكركم على المتابعة وإلى درس قادم بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة